من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار هذه الخلق من قول وثال قاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العباد بفايض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يا نعين ونصوه بقلائب الوقفات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتفى أثره أسلم تسليما كثيرا أهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني أخواتي في مستهل هذه الحلقة من برامجكم وقفات حديثنا اليوم بعنوان وقفات مع الصالحين والحديث عن الصالحين أسأل الله تبارك وتعالى أن اجعلني وإياكم منهم حديث متشعب وجميل وجاءت فيه الأخبار من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير بين يدي هذه الوقفات أذكر ببعض النقاط المهمة الأولى أن الله سبحانه وتعالى أمرنا ورغبنا وأوجب علينا أن نكون من الصالحين فقال سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما فربي تبارك وتعالى يرغبنا أن نكون مع هؤلاء القمم الشامخة مع الصدقين والشهداء والصالحين وقبل ذلك الأنبياء والمرسلين وجعل الباب الرئيسي للدخول في زمرة الصالحين ومن يطع الله والرسول ومن يطع الله ورسوله فطاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الباب الذي يلج منه الإنسان لينال هذا الشرف ولينال هذا الوسام وليكون تحت هذه الشجرة المثمرة شجرة الصلاح المسألة الثانية المسألة الثانية الصالحون هم ورثة الأرض فالله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم ولقد كتبنا في الزبور أحد الكتب السماوية المنزلة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون من هذه المسألة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام هدفهم ودعاؤهم أن يكونوا مع الصالحين وكانت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة إذا مرض النبي كل الأنبياء وهذا المرض مرض الموت جاءه الملك بأمر الله تبارك وتعالى يخيره بين الدنيا والخلود فيها وبين الآخرة قال إلا خير بين الدنيا والآخرة الذي يخبرنا بهذا الحديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول رضي الله تعالى عنها وكان في شكواه أي في مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة تقول فسمعته يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين تقول عائشة رضي الله تعالى عنها فَعَلِمْتُ أنَّهُ خِيِّرَةً يردد عليه الصلاة والسلام في مرض الموت الذي قبض فيه يردد مع الذين أنعم الله عليهم تسمع عائشة مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قالت عائشة فَعَلِمْتُ أنَّهُ خُيِّرَةً الآن يخير بين الخلود في الدنيا والآخرة المسألة الأخرى أن قلوب الصالحين قلوب الصالحين آنية الله في الأرض الله تبارك وتعالى له آنية وجمعها أواني هذه الآنية آنية الله تبارك وتعالى في الأرض قلوب الصالحين من أين لنا هذا الخبر أخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله آنية من أهل الأرض وآنية ربكم وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها تذكرون تحدثنا في الأسبوع الماضي عن القلوب هنا الحديث هنا الحديث هذا الحديث يخبر فيه صلى الله عليه وآله وسلم أن لله تبارك وتعالى آنية وآنية ربكم قال قلوب عباده الصالحين وأفضلها وخيرها وأحبها إليه أرقها وألينها قلوب الرقيقة قلوب اللينة أعوذ بالله من القلوب القاسية قلوب العنيفة المتهورة الخشنة يحبها الله تبارك وتعالى هي آنية الله في الأرض من المسائل قبل أن أخرج في هذا الفاصل من المسائل أن الصالحين يتناقصون في الأرض في الجملة الناظر إلى هذا التاريخ يجد أن الصالحين يتناقصون نعم قد يأتي في زمن يكثر فيه الصلاح في منطقة أكثر من غيرها وفي إقليم أكثر من غيره وفي سنة أكثر من غيرها لكن في الجملة الصالحون ينقصون ومن علامات الساعة ذهب الصالحون يقول عليه الصلاة والسلام يقبض الصالحون يعني ينقصون يقبض الصالحون الأول فالأول وتبقى حفالة وفي رواية حثالة وتبقى حفالة كحفالة الشعير والتمر كحفالة التمر والشعير لا يعبأ الله بهم شيئا رواه الإمام البخاري يتناقص 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 الصالحون هذه مقدمة بين يدي هذه الوقفات التي سأتحدث فيها بإذن الله تبارك وتعالى عن الصالحين أسأل المولى سبحانه وتعالى إن يجعلني وإياكم من الصالحين فأصل ثم أتواصل معكم هدرون حياكم الله أخواني أخواتي من جديد وحديث عن الصالحين تحت هذا العنوان وقفات مع الصالحين الوقفة الأولى أن الله تبارك وتعالى يحفظ الصالحين ويحفظ لهم شأنهم من مال من ولد من عقل الصالحون محفوظون بحفظ الله تبارك وتعالى وحينما أعدد هذه الوقفات ستجدون أخواني أخواتي أننا نستدل على ذلك إما بآية وإما بقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كانت له عادة صلى الله عليه وسلم وأعني بالعادة هذه أن هي عبادة وعود نفسه عليه صلى الله عليه وسلم وأمرنا بها وهي أحد الأدعية التي يدعو بها المسلم في ليله ونهاره هذا الدعاء كان يقوله صلى الله عليه وسلم ولا يتركه إذا أوى إلى فراشه اسمعوا هذا الدعاء ولنسأل أنفسنا إخواني أخواتي هل نحن ممن يردد هذه الأدعية في زمن انتشرت فيه فتنة التعلق بالجوالات يرفع الإنسان الجوال في يده ونائم قبل أن ينام ويحركه ويحركه ويقرأ ما فيه وينتقل من صفحة إلى أخرى حتى ينام وما ذكر الله سبحانه وتعالى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله كثيرا ومن جملة هذه الأدعية أنه يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فنفهم من هذا الدعاء أن الصالحين حفظهم المولى سبحانه وتعالى ويحفظهم المولى سبحانه وتعالى يقول إن أمسكت نفسي فارحمها يعني إذا مت على فراشي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين في سورة الكهف نقرأها في كل جمعة واليوم قرأناها الله سبحانه وتعالى يقول ولا تمر عليكم هذه الآية بعد اليوم أخواني أخواتي إلا وتقفون عند هذه الوقفة أن الصالحين يحفظهم الله سبحانه وتعالى إذا مررت بقول الله سبحانه وتعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا حفظ كنز الصبيين من أجل صلاح والدهما وربما كان هذا الوالد والد بعيد قد يكون الوالد المباشر أو الوالد السابع كما جاء في بعض كتب التفسير حفظ الله تبارك وتعالى هذا الكنز وهذا المال لأحفاد أحفاده لأنه كان صالحا فكلما كان الإنسان صالح حفظ له جميع شعنه وتجد بعض الصالحين يقول سبحان الله وين ما أوجه وجهي الله سبحانه وتعالى كتب لي التوفيق والحفظ والرعاية يقول محمد بن المنكدر كلمة في غاية الجمال وهي وهي قاعدة ينبغي أن نتفكر فيها يقول رحمه الله تعالى إن الله تدبروا أخواني أخواتي هذا كلام مهم وجميل إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده وقريته التي هو فيها والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ الله وستره ما كان فيهم فهذا الصالح وجود في القرية وجود في المدينة وجود في المؤسسة وجود في أي بيت له هذا الأثر النافع وله هذه الثمار المتدفقة على ولده وولد ولده على قريته على الدويرات التي حول هذه القرية لكن انتبهوا أخواني أخواتي أنا أتكلم عن الصالحين الحقيقيين ليس عن الصالحين المزيفين قد يزيف الإنسان الصلاح قد يتظاهر بأن يكون من الصالحين وهو ليس كذلك فيقول قائل ما وجدنا من هذا فلان ويشير إلى أحدهم ما وجدنا منه ثمره لا في نفسه لا في ولده أقول أنا أتكلم عن الصالحين بحق هؤلاء الذين لهم هذه الفضل وهو الحفظ من الله تبارك وتعالى لهم ولذرياتهم ولأموالهم ولأرزاقهم المسألة الثانية الصالحون ينتفعون بأعمالهم الصالحة في الأوقات الحريجة لهم لن يكون صالحا إلا إذا عمل الصالحات لا يخدعنا أحد هناك من يدعي الكرامات ويدعي الولاية ويدعي ويدعي الصلاح لنفسه وهو ما يصلي يدعي الصلاح لنفسه وهو ما يقرأ القرآن يدعي الصلاح لنفسه وهو في حياته كلها ما ما زار البيت الحرام ويدعي وعامد يدعي الصلاح وهو عنده أبعد الناس عن الفعل الصالح ويقول نحن وصلنا إلى مقام ما يحتاج ما يحتاجنا أعمال الصالحات لا يخدعنا الإنسان بمثل هؤلاء لا يكون إنسان صالحا إلا إذا عمل الصالحات فإذا عمل الصالحات نفعته هذه الأعمال الصالحة بره بوالديه عمل صالح صدق تصدق بها على فقير مسكين في موقف مساعدة قدمها لإنسان قبل 20 سنة يستفيد منها اليوم كلمة حق قالها في فلان أو دافع بها عن فلان عمل صالح تلك الركعتان التي تركعهما من الليل في جوف الليل الآخر ما أحد يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى ينتفع بها يجد أثرها في اليوم الآخر في اليوم الآخر أو بعد سنوات لذا تذكرون حديث الثلاثة الذين اضطرتهم الأمطار والبرد وتغير وتقلب الجو أنهم آووا إلى جبل إلى مغارة في جبل يختبئون فيها من هذا الجو الذي تقلب والمطر فلما دخلوا في الغار هؤلاء الثلاثة وهم صالحون عندهم أعمال صالحة ماذا قال لهم أحدهم قال إنه لا ينجيكم من هذه لما دخلوا الغار تذكرون سقطت عليهم الصخرة وسدت عليهم الباب لا يستطعون يخرجون فقال لهم هذا أحدهم قال إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فالصالحون ينتفعون بأعمالهم الصالحة في الأوقات الحرجة لذا مشروع من مشروع لك أخي ولك أختي مشروع لنا أننا ندعو الله سبحانه وتعالى بعمل صالح عملنا ترفع يديك وتقول يا ربي أسألك وأنت تعلم أني قد فعلت كذا وكذا أبتغي وجهك ومرضاتك فاللهم وتطلب مسألتك التي تريد فيسأل العبد ربه تبارك وتعالى بما قدم من عمل صالح فالصالحون ينتفعون بأعمالهم الصالحة أحوج ما يكونون أيضا هناك وقفات لكن نحن وصلنا إلى أن نقف عند هذا الفاصل أقف عند هذا الفاصل ثم أتواصل معكم فاتذرونا حياكم الله أخواني أخواتي من جديد وقفة ثالثة في هذه الوقفات التي عنونا لهذه الحلقة بهذا العنوان وقفات مع الصالحين الصالحون بصلاحهم ينفعون آباءهم وأمهاتهم فأنت يا عبد الله إذا كنت صالحا في نفسك انتفع والدك ووالدتك بصلاحك خاصة إذا كان صلاحك بسببهما فبعض الأبناء يقول كلما أوصاني والدي بشيء فعلت ذلك الشيء لأجل أن ينتفع والدي بما أمرني به تدبر هذا البر إلى أي درجة يقول أستشعر يعني لما كان والدي يقول حرص على صلاة الجماعة أصلي وأقول هذه الصلاة إن شاء الله لله تبارك وتعالى ثم ليكتسب والدي هذا الأجر لأنه هو الذي علمني عن الصلاة هو الذي أمرني بقراءة القرآن هو الذي أمرني بصلة أرحامي هو الذي أمرني بالإحسان إلى جارنا فلان وجارنا فلان إذا مات هذا الإنسان أي الوالد أو الوالدة انتفع بصلاح ولدهما إن كان صالحا وانتفع بدعائه إن كان صالحا فصلاح الأبناء فيه منفع للآباء والأمهات يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له فكونوا من الصالحين ينتفع آباؤكم وأمهاتكم بصلاحكم وهم في قبورهم وهذا من أعظم صور البر من أعظم صور البر أن تكون أيها الإبن وأنت أيها البنت تحملين الذكر الحسن المشرف لوالدك ولوالدتك هذا من أعظم صور البر فصلاحك وصلاحك ورفعتكما في الدنيا فيه ارتفاع لوالديكما ويفرحان بذلك تذكروا الحديث ذكرناها كثيرا في هذا البرنامج لما يقول عليه الصلاة والسلام أن الرجل لترفع درجته في الجنة يعني وهو في قبرة وهو في قبرة وتعرض عليه الجنة ويعرض عليه مكانه في الجنة قال عليه الصلاة والسلام أن العبد لترفع درجته في الجنة يتساءل فيقول أن هذا وين هذه المنزلة أنا ما عملت هذه الأعمال وأنا الآن رهن القبر أن هذا فيقال باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك يعني أن هذا الولد ولد صالح لو لم يكن صالحا ما أكثر من الاستغفار لوالديه مرة سألت في خطبة الجمعة سألت سؤال عام قلت كم مرة نستغفر لأبائنا ولأمهاتنا ممن مات منهم في اليوم فبعد الخطبة أخبرني أحدهم قال سأخبرك بشيء ما أخبرت به أحد يقول أستغفر لوالدي يوميا ألف مرة من يوم مات إلى اليوم قلت هذا هو البر وهذا من صور البر المفقودة في زماننا أن يجلس الإنسان يستغفر لوالده لأنه يعلم أن هذا الاستغفار ينفعه هذا شاب صالح لو لم يكن صالحا ما خطر على باله هذا الفعل أيضا من الوقفات أن الرجل الصالح إذا مرض وعجز عن العمل فعمله الصالح الذي كان يفعله في حال صحته يبقى مستمر ما فينا واحد إلا ويتعرض يمرض يمرض مرض طار يومين ثلاثة أربعة قد يمرض مرض طويل قد يمرض مرض مزمن يعطله عن عمل صالح كان يقوم به لكن الصالح ينتفع يقول عليه الصلاة والسلام إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل وهو صحيح مقيم فبشراكم أيها الصالحون والصالحات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصالحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصالحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصالحين فلنردد هذا الدعاء يا رب اجعلني من الصالحين يا رب اجعلني من الصالحين فإذا صالح العبد وفق ونال الرشاد والسداد والفلاح والنجاح الصالحون أيضا وقفة أخرى الصالحون هم المكان الآمن الذي يلجأ إليه الإنسان إذا وجد الإنسان في نفسه استحاش وتعب يريد أن يلجأ إلى أحد لن يجد أهنى ولآمن من الصالحين والجلس معهم تذكرون الرجل الذي قتل مئة نفس الرجل الذي قتل مئة نفس لما ذهب إلى العالم وقال لها أنا قتلت مئة نفس ماذا أفعل قال له وهذا أرشاده قال اذهب قال أولا قال أخرج من هذه القرية الخبيثة هذه القرية التي كنت فيها هذا جو شجعك أن تقتل مئة نفس أن تدخل الحزن على مئة أسرة قال أخرج من هذه القرية الخبيثة واذهب إلى هذه القرية الصالحة وكن معهم اعبد الله معهم فالصالحون ومجتمع الصالحين هو المكان الآمن لك وهو المحضن الذي يعينك على نفسك ويعينك أن تكون من الصالحين الوقفات كثيرة لكنني أختم بهذه الوقفة جنائز جنائز الصالحين مختلفة وقبور الصالحين مختلفة هذه نهاية المطاف الوقفات كثيرة لكن سأختم بذلك جنازة الصالحين تختلف عن غيرهم وقبور الصالحين تختلف عن غيرهم هذا أمر غيبي كيف عرفنا أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهواء ماذا قال قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا أخواني أخوات وأنا متأكد هذا الحديث ليس أول مرة نسمع الحديث معناه كثير لكن نحتاجه بين فترة وأخرى يقول عليه الصلاة والسلام إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة ضعب غسين فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني تقول قدموني إلى القبر ما عندها مشكلة خلاص علمت أنها تصير إلى خير فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني رأت أو رأى هذا الرجل الصالح بشائر الخير من يوم تنزلت عليه الملائكة ملائكة الرحمة قالت هذه فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني قال عليه الصلاة والسلام وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصائق لو كنا نسمع وإحنا نحمل الجنازة هذا الصراخ وهي تقول يا ويلها أين تذهبون بها لصائق الإنسان لكن رحمة الله تبارك على أننا ما نسمع شوف الجنازة الصالحين تختلف بس لننتبه أخواني ما نستطيع أننا نصنف الناس ونقول هذه جنازة صالح وهذه جنازة غير صالح لا نحن دعونا نعمل أن نكون من الصالحين وأن لا نكون من غير الصالح لكن لا يأتي أحد إلى المقبرة يقول ترى هذه جنازة صالح هذه جنازة غير صالح لا هذا هذا اتهام وهذا حديث وتألي على الله والإنسان ما يعلم لكن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول للجنازة إما أن تكون صالحة وتكون غير صالحة أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الصالحين في القبر أيضا يختلفون يقول عليه الصلاة والسلام الميت تدبروا أخواني وأخواتي قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحا الآن تصور هذا الموقف ما مات إلى الآن وهذه الروح لا تزال في جسده وأهله ربما من حوله تتنزل عليه ملائكة الرحمة إن كان من الصالحين قال عليه الصلاة والسلام قالوا أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا فيقولون فلان فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب أدخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان وغيرها في الحقيقة من صور التي أكرم الله تبارك وتعالى بها هذا هذا الصنف من الناس وهم الصالحين أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أسأله سبحانه وتعالى نجعلني وإياكم ووالدينا وأزواجنا وأبناءنا وبناتنا من الصالحين وأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا معهم في زمرة الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا وإياكم برعايته إلى أن ألتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة الأسبوع القادم استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من هدي رب الكون ذي الرحمات من حكمة القرآن والنفحات من سنة المختار هذه الخلق من قول وثعل طاهر القسمات من روعة الإسلام في عليائه يهدي العبادة بفايض الحسنات جئنا لنقطف زهر نور يا نعيم ونصوه بقلائد الوقفات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر